بمنازمة مواجهة مازينبي مواجهة النادي الاهلي امام مازينبي معايا الان جويل كيمواكي نجم فريق مازينبي الاصبك يا فندم مشرف ومنور سعيد جدا بتواجدك معايا على التلفزيون المصري برنامج رقم 10 ميسي جويل طيب سؤالي الاول لك وهو يخص المباراة القادمة بين الاهلي ومازينبي كيف تنظر لهذه المواجهة الكبيرة بين النادي الاهلي ومازينبي حسنا في البداية فان مباراة اهلي ومازينبي مباراة صعبة جدا لسي ما وأنني اعرف فريقي مازينبي جيدا واعرف ايضا الاهلي ذلك العملاق الكبير في افريقيا انها مباراة طلب على التفاصيل الصغيرة لدى الفريقين خبرة في لعب مثل هذه الموعيد في نصف النهائي والنهائي من هنا تأتي صعوبة المباراة كما ان فريق مازينبي بما يملك من لاعبين شباب بجودة عالية والاهلي بما لديهم من خبرة لذا اقول واكد ان المباراة صعب التنبؤ بنتيجتها في رأيك ايه عبرز ما يميز فريقي مازينبي في الوقت الحالي حسنا رقم واحد هو ان الفريق يملك لاعب شباب موهوبين ولديهم من الشخصية التي تؤهلهم للاعب مثل هذه المباراة الصعبة وعلى مستوى الخط الهجومي لدينا لاعبين يمكنهم التسجيل في اي وقت وعلى مستوى الدفاع ايضا هناك لاعبون يتميزون بالاكسام القوية وتمكنهم من العبور في الى مباراة النصف النهائي خارج الديار لو تتذكرون ذلك لو تشاهد النادي الاهلي ما اكثر ما يميز النادي الاهلي من وجهة نظرك حسنا الميزة الاكبر هي جماعية الفريق الاهلي التي تمكنه من التسجيل من اي مكان في الملعب وكل اللاعبين من كل المراكز يمكنهم التسجيل هم فريق جيد جدا به عناصر ممتازة لكن اؤكد ان فريق تيبي مازينبي يدخل هذه المواجهة بهدف وحيد وهو الفوز وتخطي عقبة الاهلي هل كنت تتمنى ان لا يواجه مازينبي النادي الاهلي في الدول النصف النهائي؟ مصر과 مشلول التسجيل من التسجيل من هناك مصر حسنا مصر حسنا مصر حسنا من صبر شكرا مصر فريق الأهلي معروف بالنسبة لنا وليس بالفريق الممهون وإذا كنا نريد أن نصل إلى النهائي وأن نفوز باللقب فبالتأكيد يجب أن نكون مستعدنا لمواجهة الفرق الكبيرة سواء الأهلي أو غيره لذا فإن الفريق أمامه عمل صعب سواء كان الأهلي أو غيره فريقتي بمازينبي يجب أن يتحل بالتركيز الكامل لخوض هذه المقابلة الصعبة والصعبة جدا جويل كيمواكي النجمة فريق مازينبيا ومنتخب الكونغو السابق ما قبل مباراة النادي الآن أنا بشكرا شكرا جزيلا على هذه المدخلة ترجمة نانسي قنقر